سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى جولة أسيوية للهند ثم أذربيجان وأرمينيا تطبعاً لبناء شراكة جديدة مع دول تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الملف الاقتصادي اللي كان حضر بقوة خلال جولة السياتو خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن نتائج هذه الزيارة زيارة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أسيا نرحب في فقرتنا بالأستاذ أحمد ناجي أمحا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجالة السياسة الدولية سبعاً خير حضرتك صورنا في سبعاً خير مصر دائماً نضيف عزيز علينا شكراً لحضرتك لو هنبص لهذه الزيارة الحياة نشاط مكوكي لسيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وملف السياسات الخارجية تحديداً لكن هذه الزيارة هي امتداد شرقاً الهند من كلمة خمس اقتصاد في العالم دولة عضو في بجموعة دولة العشرين نتكلم عن أدريجان دولة أيضاً مهمة جداً ثم أرمينيا ودي أول زيارة لرئيس مصري الأرمينيا منذ تقريباً 1992 قراءة حضرتك لهذه الزيارة بشكل عام في البداية زي ما حالك تفضلت وأشارتي الدائرة الأسيوية باعتبرها من الدائرة الرئيسية سواء في السياسة الخارجية المصرية أو في الأمن القوم المصري هي تاني دائرة تقريباً اللي بتبقى لها أولوية في السياسة الخارجية المصرية وهي الدائرة الأكثر اقتراباً وفقاً لمعايير الثقافة وفقاً لمعايير الحضارة وفقاً لمعايير التقارب حتى بين الشعوب ودي بتدي خصوصية خاصة للعلاقات المصرية الأسيوية لو ابتدينا بالهند والهند دولة لها ميراث تاريخي من العلاقات مع الدولة المصرية في دولتين الحقيقة مصر كانت من أوائل الدول اللي اعترفت بيهم مصر والهند ومصر وأرمينيا زيارة للهند كانت زيارة تاريخية في الذكرى 75 اليوم الجمهورية الهند لديها ثلاثة احتفالات كبرى يوم الجمهورية ويوم الاستقلال وذكرى المهات مغندي ذكرى ميلاد المهات مغندي أكثرهم احتفالاً اللي بتكون يوم الجمهورية يوم الجمهورية بيتفق ذكرى 75 عام على اطلاق الدستور الهندي وتأسيس الجمهورية الهندية وفي نفس التوقيت مصر كانت اعترفت بالضبط ثلاثة ايام بعد يعني ميلاد الجمهورية الهندية بدولة الهند منذ هذا التاريخ ارتبطت مصر بعلاقات تاريخية مع الهند انعكست فيه تأسيس حركة عدم الانحياز يعني زي ما احنا فاكرين الحركة قامت بشراكة مباشرة بين الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الهندي نهرو ورئيس تيتو من هنا الدول دي تبنت مبادئ حركة عدم الانحياز موضوع هذا التوقيت واللي من اهمها ارساء التعاون الجنوب الجنوب منها الاهتمام بقضايا الشعوب وحقها الدائم في التنمية منها تحقيق السلم والامن والتعاون الدولي اقرت الدول في هذا التوقيت الالتزام بمبادئ قانون الدولي وفقا لما اقرته شرعية خرارات منظمة الامم المتحدة تفعل هذه الدول من جهدها من اجل الحفاظ على الاستقرار والامن العالمي لما بنيجي نبص للسياسة المصرية الهندية دولتين بيتشبهوا كثيرا في مبادئ سياساتهم الخارجية لكن لما بنيجي نبص للعلاقات المصرية الهندية بالتحديد يمكن خد الدفع كبيرة جدا في السنوات الاخيرة بفضل التقارب الشديد اللي حصل بين فخامة رئيس عرفتح سيسي ورئيس الوزراء الهندي رابع لقاء تقريبا بينهم اللقاء اللي تم فيه الهند في هذه الجولة مش الزيارة الاولى لسيادة رئيس الهند كان فيه زيارة تانية انما هذه الزيارة زيارة خاصة لان هي بتحمل ان سيادة رئيس هو الرئيس الوحيد ضيف الشرف الرئيس في هذه المنسبة العزيزة على الشعب الهندي انه هو يوم الاعلان الجمهورية اخر اعلان او اخر احتفال بيوم الجمهورية لانها توقفت على مدى عامين بفضل احد كورونا اللي عصفت بالعالم كله كان فيه 11 رئيس مشاركين في هذا اليوم فلما نيجي نبص ان هذا اللقاء يعني يعقد في هذا التوقيت بحضور فخامة رئيس عرفتح سيسي له تقدير خاص ولازم نحط في اعتبارنا برضو مشاركة قوات المسلحة المصرية ولازم نستمع الى تقدير الشعب الهندي والمزيع الهندي حتى اللي كان بزيع الاحتفالية اللي عبر عن فخره بالقوات المسلحة المصرية وعبر عن فخره بهذه المؤسسة اللي بتحمل مبادئ عسكرية لدولة عريقة هي الاقدم في العالم وصاحبة جيش هو الاقدم في العالم واعتقد السيد احمد فكرة ان يبقى فيه كتيبة مشاركة في هذا اليوم يوم الجمهورية تحديدا ونسمع في احتفالات الهندي اغلى اسم في الوجود من خلال هذه الكتيبة اعتقد دي في حد ذاتها رسالة بالطبع تعميق العلاقات المصرية الهندية قائم على محاور رئيسية يمكن ذكرت في البان الختامي اربع محاور رئيسية للعلاقات المصرية الهندية مصر بتطمح فيه تعمقها في الفترة القادمة سواء على المحور السياسي الالتزام بالمبادئ السابقة اللي اشارنا اليها في السياسة خارجية سواء على المحور الاقتصادي سواء على محور الزراعة سواء على محور التعاون الامني والاستخباراتي الدولتين في هذا الاطار بيواجههم تحديات مشتركة سواء تحديات في مواجهة الفكر المتطرف والدولة الهندية شفنا تبادل زيارات بين المؤسسة العسكرية المصرية ووزير الدفاع المصري ووزير الدفاع الهندي شفنا تعميق لهذه الروابط عبر التأسيس لمشروعات استثمار مستقبلي في الصناعات العسكرية ده بيدي الاولوية وبيعكس مدى الاهتمام بالتطور اللي حصل في الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي الجولة ككل خلينا نقول ان هي انطلاق لتأسيس وتسويق الدولة المصرية بعد الازمات التي تعترض العالم في اللحظة الانية بمعنى ان انا بعتبرها مصر بتسويق لنفسها بعد انتهاء هذه الازمات ومصر بتقدم للعالم والشركاء الاصدقاء فرص الاستثمار الطبيعية الموجودة في الدولة المصرية اللي سهمت فيها التجربة التنموية المصرية على مدار السنوات الماضية لو لم تكن الدولة المصرية قد استثمرت في الطاقة النظيفة قد استثمرت في المناطق اللوجستية الصناعية في شرق قناة سويس او في باقي المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية ما كانتش الدولة المصرية والاستثمار ايضا في توفير البنية التحتية اللازمة ما كانتش الدولة المصرية تستطيع ان تمضي قدما في هذه القدرات الكبيرة اللي من خلالها بيتم تسويق الدولة المصرية مع الهند بالتحديد كان الاهتمام بالتكنولوجيا مصر استغلت التكنولوجيا ويمكن الهند لها تجربة رائدة في مكافحة الفقر من خلال استخدام التكنولوجيا البناء الختامي عكس تخدير الهند للتجربة المصرية التنموية في حياة كريمة كما عكس رغبة مصر الاستفادة من التكنولوجيا الهندية في تطبيقات يمكن ان تساعد في تسريع الوصول بالخدمات بالمشروع قومي حياة كريمة لمستحقية دي امور كلها مهمة في هذا الاطار كذلك احنا لازم نبص الى ان حجم التبادل التجاري بين الدولتين بيبلغ النهاردة حوالي 8 مليار دولار انت بتطمح في خلال 5 سنين انك توصلوا لـ 12 مليار دولار لما بتبص الاستثمارات الهندية في مصر خلال العام المنصرم انت بتلاقيها وصلت الى حوالي 3.5 مليار دولار هذه الاستثمارات من خلال هذه الزيارة مرشحة للتصاعد في المناحي اللي احنا تحدثنا عليها سواء في الزراعة سواء في الصناعة سواء في التعاون الامني والعسكري الاهم من دا ومن دا انك انت بتقدر تستفيد من الخبرات الهندية مصر والهند بتدوا تجربتهم الوطنية بعد الاستقلال تقريبا في توقيت واحد ولازم نستفيد من الخبرات الهندية المترقمة في تحقيق التنمية الصناعية في تحقيق التنمية التكنولوجية بحيث نقدر دا يعكس على البنية اللي تم توفرها في الدولة المصرية والاستفادة بهذه الخبرات في المستقبل الزيارتين التانيين لو احنا بنتكلم عليهم حضرتك بتتكلمي على الزيارة الاولى لرئيس مصري الازربيجان كذلك هي الزيارة الاولى لرئيس مصري الى ارمينيا ارمينيا ويمكن دي بعد ما كنا شفنا العام الماضي عام 2022 ذكرى مرور 30 عام على تأسيس العلاقات المصرية الارمينية ومن ثم لما بنشوف الدولتين مع بعض وما بينهما من اشكاليات بنقدر نتفهم القدرة المصرية والدور المصري على القيام بما تفرض عليها مسئولياتها تجاه العالم مصر بتحمل رسالة عالمية قوامها تحقيق المجسب للجميع ويمكن ده اللي مصر بتحاول ان تحققه من خلال تعاون الجنوب الجنوب مع الهند لكن لما مصر بتتجه الى قلب القرى الاسيوية هي معنية بتحقيق الاستقرار في هذا الاقليم المهم في وسط اسيا ومنع تفجر ازمات يمكن ان تهدد الامن العالمي احنا شايفين ازمة بالروسيا واوكرانيا هنا هل تتحدث عن اذربيجان وارمينيا بالضبط فمصر من خلال هذه الزيارة يعني فخامة رئيس زار اذربيجان ثم اعقبها بزيارة الى ارمينيا ده دلالة واضحة على قدرة الدولة المصرية على الاحتفاظ بتوازن في العلاقات بين كافة قوى العالم بين كافة دول العالم وانها حريصة على تحقيق الامن والاستقرار في ربع العالم مصر في هذه الرسالة بتعبر عن مبادئها في حسن الجوار في عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وهي مبادئ رئيسية في العلاقات الدولية وده بيؤكد على الرياضة المصرية في هذا الاطار في اطار الالتزام بشرف الرسالة المصرية في اداء رسالتها الخارجية مصر تحمل عداء الى اي طرف من الاطراف بالتأكيد الدول التلاتة بتحمل كوامن واضحة يمكن وفخمة الرئيس كان في ازربيجان تعرضت السفارة الازربيجانية في السفارة الازرية عفوا في طهران الى اعتداء دي كانت مناسبة ويمكن لقى الترحيب من الرئيس الازري في هذا الاطار بالكلمة التي ألقاها فخمة الرئيس عرفتاح السيسي والتي أبدى فيها تعطفه مع ضحايا هذا الحادث كما أكد سيادته على ان الحادث بيأتي في توقيت يستدعي ان يلتفد العالم كله الى اهمية نبذ التطرف واهمية التوحد حول تكفيف مصادر الارهاب حول تكفيف ومنع وصول التمويل الى التنظيمات الارهابية حول اهمية مجابهة الفكرة المتطرفة على مستوى العالم توقيت مهم جدا لهذه الزيارة انا بلخصه في ان هي مصر تصوق نفسها عبر الدول الصديقة من اجل ما بعد الازمة الروسية الاوكرانية مصر لديها تفاؤل كبير بما حققته من تغربة تنموية على الارض خلال السنوات القليلة الماضية ومن ثم هي قادرة على ان تبني شراكات مع دول صديقة تمكنها في المستقبل من تحقيق المصالح لكل شعوب مصر لا تبحث عن تحقيق مصلحة الشعب المصري فقط ولكن هي عبر سياسات خارجية متوازنة ورشيدة ورصينة استطاعت ان تقيم اسس واضحة لسياستها الخارجية بتدعم بيها التجربة التنموية المصرية اللي تمت طول الفترة اللي فاتت طيب سيحنا لو هنتكلم على ملف الاقتصاد تحديدا لانه كان بمثابة قاسم مشترك في الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الثلاث دول تحديدا شايف ازاي ادارة هذا الملف وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كبرى الشركات المتواجدة في كل الدول تحديدا عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر وما بذلته مصر من جهود لتحسين مناخ الاستثمار فيها طريق علشان نفهم ونقدر نفهم اولويات الدولة المصرية في البنية التحتية التي قامت بتأسيسها وانشاءها وتجددها طول السنوات الماضية منذ فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاولى والفترة الولاية الثانية لازم نتفهم مصر اتجهت الى الاستثمار في اي مشروعات احنا اتجهنا الى الاستثمار في مشروعات الطاقة والكان الاهم الطاقة النظيفة بنعني بيها الطاقة المولدة من الرياح الطاقة الشمسية جديدة والمتريدة باقي مصادر الطاقة الهيدروجينية ومن ثم انت بتبحث عن الاستثمار المستقبلي الهند لديها خبرات كبيرة في هذا الاطار ويمكن علشان هنا كان في لقاء مع احد الشركات الهندية الكبرى المتخصصة في هذا المجال من اجل بحث عن فرص استثمار وتعميق الاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال كذلك لو انت بتتكلم على مشروعات وكان في حضور قوي لوزير الكهرباء والطاقة المصري في هذا الملف وشرح ما تم على الارض المصرية من استثمارات سواء في الطاقة التقليدية وسائل الطاقة التقليدية او مصادر الطاقة التقليدية او مصادر الطاقة المتقددة المتجددة والنظيفة اللي مصر شرعت في تنفيذها من خلال تجربتها التنمية طوال السنوات الماضية لما بتبص على ملف التخطيط والاقتصاد مصر استعراضت عبر جهود واضحة من خلال وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الى كافة مناحي القدرات المصرية التي تم توفيرها في المناطق الصناعية الجديدة في شرق قناة السويس او في العين السخنة كما ابدت الدولة المصرية اهتماما خاصا بكافية الاستفادة من التجربة الهندية في دولة المواني ملف الاقتصاد هو ملف هام جدا لسه للحديث بقية شكرا لك يا لم يا مشاهدين لسه متواصلين مع حضراتكم في رصد ومتابعة الجولة الخارجية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تضمنت ثلاث دول وما شمل هذا أو هذه الزيارة تحديدا من لقاءات كانت في الأساس اعتقد جمعنا اهمها زي ما كنت بقول الملف الاقتصادي صحيح يا نتطرق مرة اخرى سيد احمد للملف الاقتصادي الأهمية الاقتصادية لهذه الزيارة بشكل عام كنت تتحدث عن اهمية العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية ايضا بين مصر والهند وكنا بصدر التطرق للزيارات الاخرى بصي سيد احمد الملف الاقتصادي دائما ابدا ما يكون حاضرا في جولات سيد الرئيس الخارجية سواء على مستوى اللقاءات الصينية او المتعددة الاطراف ليه الملف الاقتصادي لانه هو دولة مصرية في 2015 كان قدامها تحديين مهمين جدا تحدي مجابهة ومكافحة التطرف والارهاب وتحدي التنمية والعمران الدولة مصرية حققت نجاحات في الملفين يمكن التجربة المصرية في مجابهة ومكافحة التطرف والارهاب اشادت بها الدولة الهندية على كافة مستويات اللقاءات اللي تمت وكذلك في باقي الدول اشادوا بالتجربة المصرية في القدرة على القضاء على الارهاب ويمكن احنا حاضرين في هذا الاطار كلمة السيد الرئيس من ان في عيد الشرطة من ان الاحتفال القادم سيكون في سيناء بالقضاء على هذه البؤر بالكامل صحيح ده كلام مهم جدا والكلام الاهم ان الملف الاقتصادي لا يمكن للدولة مصرية كانت ستسير او ستمضي قدما في هذا الملف وتهمل المكون رئيس التحدي التاني وفقا للستراتيجية الرئيس عبدالتاح السيسي اللي كان معني بالتنمية والعمرون نعم علشان كده دايما في الزيارات الخارجية دايما الملف الاقتصادي حاضر وكان معني في البداية بشرح امال وتطلعات الدولة المصرية في المستقبل ماذا ستقدم الدولة المصرية من فرص صحيح النهاردة انت على الارض مش بتقول امال وتطلعات لانت بتقول للعالم ومن خلال هذه اللقاءات اللي بتتم سواء في الهند او في اسربيجان او في ارمينيا انت ازاي قدرت تنتقل بالدولة المصرية من دولة معدومة الخدمات معدومة البناء التحتية معدومة القدرات الى دولة اصبحت تمتلك من القدرات والمؤهلات اللي تمكن علاقات مصر مع هذه الدول ان تعظم من فرص النجاح في المستقبل لأي نوع من انواع الاستثمارات المتوقعة قدرة الدولة الشاملة تحدي علشان كده قدرة الشاملة للدولة فبالتالي انت هنا بتتوقف قدام ازاي مصر قادرة تسوق نفسها في هذه المجالات خلي بالحضرتك دايما حاضر في كل زيرات فخمة الرئيس الخارجية ومع هذه الدول السلاسة الاخيرة في القرية الاسيوية اللقاء مع مجموعة المستثمرين الاجانب او كبار المستثمرين في هذه المجتمعات من اجل البحث عن فرص تعميق التعاون الاستثماري من هذه الدول في الدولة المصرية انت من هنا بتدور على مصالح مشتركة يمكن ان تتحقق لكل الاطراف وتقول للناس دي ازاي انت بتضمن لهم الحقوق من التسهيلات سواء في الدرائب في الجمارك اللي قدرت الدولة المصرية تتحققها من خلال صندوق مصر السيادي الصندوق اللي هو بيوفر ويضمن للمستثمر الاجنابي في الدولة المصرية سهولة الاجراءات في ادخال الاستثمارات وضمان وامن هذه الاستثمارات في الداخل انت مش هيجيلك اي نوع من الاستثمار طول ما انت معندكش موارد للطاقة طول ما انت معندكش البناء التحتية اللازمة طول ما انت معندكش المناطق الاستثمارية اللي يمكن ان يتم خلالها انشاء المشروعات وكذلك دون ضمان وامن لاموال الاستثمارات من خلال صندوق مصر السيادي انت بتقدر توفر الضمان والامن لكافة هذه المناحة من هنا دايما الملف الاقتصادي حاضر بقوة ومن هنا قدرت الدولة المصرية في خلال هذه الزيارة ان تترجم ذلك بنجاحات كبيرة من خلال هذه اللقاءات وتعقع بفرص استثمار اكبر في المستقبل سريعا جدا يا أستاذ أحمد انا اتوقف سريعا عند الزيارة سيدة الرئيسة المفتاح السيسي لأزربيجان وارمينيا تحديدا لانه يعني الكل يعلم ان هناك خلافات بين الدولتين على اقليم بعينون جنو كرباخ ففكرة الزيارة دي مهمة ده اولا ثانيا كمان ايضا الجوالات اللي اجرتها مصر عدة جوالات الحياة للوصول لاتفاقية التجارة حرة مع الاتحاد القرسي اللي بيضم كمان ارمينيا سريعا جدا لنظرا ارمينيا بالتحديد لها علاقة تاريخية مع الدولة مصرية والشعب الارمني الموجود في الدولة مصرية له اثار في ثقافتنا له اثار في هويتنا المصرية الهوية اللي بتتشكل من العديد من الثقافات اللي تحتواتها الدولة مصرية مصر وهي بتنفتح على الدولتين هي زيارة مسبقة معلنة الدولتين يعلمان تماما ان فخمت السيد الرئيسة التحسيس ستوجه الى ازربيجان ثم ستوجه الى ارمينيا ده بيعكس اللي دايما أنا بقوله قدرة الدولة المصرية عبر سياسة خارجية رشيدة سوز أحمد يعني احنا بس بنعتذر لأن يعني بنشكر حضرتك طبعا سوز أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية